موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم في قناة حكايات عائلة عمر ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد النهاردة حكايتنا عم مولد سيدنا محمد كان يا مكان وما يحلى الكلام غير بذكر النبي عليه الصلاة والسلام الولاد الحلوين يقولوا ايه؟ عليه الصلاة والسلام ممتازين مين يا ولاد احسن واحد في الدنيا؟ سيدنا محمد سيدنا محمد هو اللي ربنا اختاره عشان يعلمنا الصح والغلط والحلال والحرام ربنا اختار سيدنا محمد عشان يعلمنا الاعمال الطيبة والاخلاق الجميلة ويعلمنا دين ربنا الاسلام واللي هيحب سيدنا محمد ويسمع الكلام اللي ربنا علمه لسيدنا محمد ربنا هيحبه وهيدخلوا الجنة والجنة دي احلى مكان اللي فيها كل حاجة واي حاجة احنا عاوزنها ومهما فكرنا في الجنة الجنة برضو هتبقى احلى كتير من تفكرنا كان زمان زمان سيدنا ابراهيم بيبني الكعبة ومعا ابنه اسماعيل سيدنا ابراهيم هو بيبني الكعبة وقف يدعي ربنا انه يبعث للناس واحد رسول يعلمهم الصح والغلط والحلال والحرام عشان يخليهم ناس كويسين وطيبين وبيعملوا الخير فربنا استجاب الدعاء واختار سيدنا محمد انه يكون المعلم اللي يعلم كل الناس اوامر ربنا ابو سيدنا محمد كان اسمه ايه؟ عبد الله ابن عبد المطلب ومامته كان اسمها ايه؟ آمنة بنت واحد سيدنا محمد لما كان لسه جوه وبطن مامته بابا عبد الله مات وما كانش شافه لانه ما كانش لسه تولد عارفين سيدنا محمد اتولد امتا؟ اتولد عام الفيل يعني في نفس السنة اللي ابراه الشرير كان عايز يهدم الكعبة بالفيل الفيل الضخم بس ربنا عقبه وكل الجنود الاشرار اللي كانوا معاه مقدروش يكسروا الكعبة اول لما مامته آمنة بنت واهب ولدته ندهت على جده ابو بابا اسمه عبد المطلب شافه لقاه طفل شكله جميل قوي فمامته فمامة سيدنا محمد قالت لجده انا لما كنت بنام كنت بحلم حلم جميل قوي كنت بشوف نور بيخرج من جسمي وبينوهر الدنيا كلها فجده فرح قوي وحس ان الطفل ده هيبقى مش طفل عادي وانه لما يجبر هيعلم وانه لما يجبر هيعلم الدنيا كلها وهيخلي الناس تشوف الحاجات الصحة زي النور اللي بيخلينا نشوف كل حاجة في حياتنا جده قال انا هسميه محمد فالناس سألته يعني ايه محمد قال لهم يعني ربنا في السماء يحبه ويحب اخلاقه الجميلة والناس في الارض تحبه وتحبه اخلاقه الجميلة بس سيدنا محمد مش هيفضل مع اهله وهيصيب منطو جده يا ترى مين اللي هياخده هنكمل الحقصة الجاية ان شاء الله اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آلي وصحبي اجمعين